سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم قبل انتهاء السنة الحالية تقوم سلطات الأمنية بتشديد المراقبة على مداخل ومخارج المدن وكذا في إطار التدابير الاحترازية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية عقب تفشي فيروس كورونا المستجد وكشفت مصادر مطلعة أنه تزامنا مع احتفالات السنة تم وضع سدود أمنية عندما داخل مجموعة من المدن المغربية من أجل المراقبة وتفتيش السيارات المشبوهة بالإضافة إلى التحقق من هوية بعض السائقين وأوضحت نفس المصادر أن العناصر الأمنية تشدد المراقبة على جميع السيارات الوافدة على المدن يشار إلى أن الحكومة قررت منع جميع احتفالة رأس السنة الميلادية بسبب الوضعية الوبائية لكورونا بالمغرب كما قررت فرض حضر التنقل الليلي ما بين الساعة الثانية عشر ليلا إلى غاية الساعة السادسة صباحا كتدبير وقائي كما قررت الحكومة إغلاق المقاهي والمطاعم والحانات مع الساعة الحادية عشر ليلا ليلة رأس السنة وذلك خوفا من انتشار الفيروس ترجمة نانسي قنقل